تبقى جوزي بقى كان ليه موقف كتيرة قوي معيك جدا ايه الموقف اللي انت مش نسهوله كتير موقف واحد مانو مذكر ليه موقف منول جوزي شخصية عظيمة منول جوزي مدرب كبير مدرب فعلا أخلص لنادي الأهلي وجمهوره كان مشتغل معانا بشكل فردي انا على المستوى الشخصي اللي هي مواقف كتير معاه المواقف اللي ما قدرش أنساه على فكرة أنا اللي كنت معاه في الأودة عشان أنا فيه ناس بتطلع تحكي حاجاتي ما كانتش موجودة أساسي ما شافتش المشهد أساسي وإحنا بعد ما قدشت صفاكس واحد واحد فعمل حاجة غريبة جدا فريق الصفاكس كان بيحتفل جوه قط اللبس بتاعته وإحنا المفروض حنروح كابتن الفرقة والمدير الفني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة هو ما طلعش خرج من الأودة رحل فرقة الصفاكس فانا وقفنا عاية في دهره يعني هو دخل خطوتين رح جايقل لهم هم كانوا بيفرحوا وبيحتفل رح جايقل لهم بتفرحوا ليه أنا جاي أكسبكوا هناك رح تلعبها جارية وراه خرجنا وقفلت الأودة والله العظيم اي مش أنا بتكلم على الموقف موقف مش أهم فاش حد يعمل كده وطرهم عصبهم جامد جدا تصرحاته الزكية موقف شخصي لما جال نادي الأهلي واتفرج وقال لي تتلعب معايا كل المتشاط بس في اللحظة اللي مناخيرك هتبقى في السماء أنا هنزلها وتحضر شنطتك وعتمش أنه هو جاي في فترة قلب عليك؟ لا 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 بصي مش كل حاجة الإعلامي يقولها صح حصل حاجة بسيطة زيه وبعدين هو كده كده كان ميشي يعني كانت آخر مباراة ليه وميشي إيه الحاجة البسيط؟ من الأشخاص دو باختصار من غير مدخل في مواضيع إن فيه أشخاص هم اللي كانوا سبب في من غير مدخل في مواضيع أنا بقول التلخيص بعديك فحياتك خلي بالك من دول قوي لأن دول بيبقوا كتير بس طول ما انت في النجومية وطول ما انت في المكانة المعينة بيتلزقوا بيتلزقوا فيك وما بيجيش الطعنة أنا تعلمت كده في حياتي الطعنة دايما البعيد ده هو دايما بيديك الحب من بعيد لبعيد أو يديك الانتقاد من بعيد لبعيد لكن القريب ساعات بتيجي الطعنة وطعنته بتبقى مش حلو الطعنة طعنة القريب دي كلها غادر بس